اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعننا اخر نقطة وهي standard deviation of the mean السعباء راح ذوكلوا عن قوانين ومتطبق عليهم بشكل مباشر احنا شرحنا المرة الماضية الاول احنا شرح القسم الثاني وقفنا المرة الماضية عند هذا المثال خلصناه وصلنا عند variance variance الاختلاف قانونها standard deviation تربيع standard deviation تعلمنا كيف نشرحه المحاضرة الماضية من هاي القوانين حسب عدد المجرمنت من هاي القوانين اللي في عنا جزئين population standard deviation و sample standard deviation حسب عدد المجرمنت اذا كانت اقال من 20 او اذا كانت اكبر من 20 او 29 اكبر من 20 او اصغر من 20 عفوا بنشتغل على القانون الvariance عبارة عن standard deviation تربيع يعني ممكن يجي يقول لك بدي الvariance تحسب standard deviation حسب القوانين هاي او هاي حسب عدد المجرمنت وبتربعه وبطلع معك الvariance هاي اول شغله مش ماعطينا هون على البدوسية امثلة على كل شي بس ماعطينا مثال شامل في اخر الشريح على الاربع مصطلحات اللي بنا ننخذهم اليوم نيجي لل relative standard deviation اللي بنا ننزلها بال RSD عبارة عن standard deviation حقينا كيف نحسبها قبل شوي ذكرتكم فيها على X main اللي هي بنوخذ عدد المجرمنت بنوخذ الأverage للمجرمنت المعطينية مثال كاما عطين أربعة مجرمنت بنجمحهم بنقسمهم على عددهم وبننتبه على قصة المنازل العشرية يعني standard deviation على الأverage تبعهم هايظ القانون تبعها المصطلح الثالث لعنا الcoefficient of variation اللي بنرمز له حكينا بالCV اللي هو عبارة عن RSD ضرب 100% الRSD ايش قانون حكينا هايو عندي هون موجود اللي هو S على X main شايفينو وهي هون معطيني إياها بقولك CV تساوي S على X main اللي هي standard deviation على الأverage ضرب 100% يعني بنفهم من هاي الكلام انه الcoefficient of variation هي عبارة عن نفسها relative standard deviation لكن مضربة 100% هحطنا إياهم ملاحظة اللي حكيتوا هسا لاحظ انه CV تكافأ RSD اي ان CV هو نفسه RSD لكن مكتوب بصيغة نسبة مقاوية يعني يعني لما يجي يقولك بده RSD تطليح من غير نسبة مقاوية ولما يجي يقولك بده coefficient variation هي نفس RSD فقط بنضربها 100% بالمية يعني حسب standard deviation طلع معي عدد معين مثلا 10.5 على الجذر تبع N اللي هي عدد المجرمنت كان عندي ثنتين مجرمنت على الجذر الاثنين كان عندي أربع مجرمنت على جذر الأربعة مجرمنت معناها الداتا معطيني هم عددهم تمام هاي الداتا معطيني وعددهم حسب عددهم بقسم عليه تحت الجذر هي مصطلحات واضحة بس رح نأخذ مثال واحد عليهم كامل على كل إشي خذنا من البداية معطيني هون سؤال بقول لي The following replicates weights were obtained for assemble معطيني data 1 2 3 4 ميلي جرام تمام وطالب مني أحسب له range و standard deviation و variance و rsd و cv و sm يعني طالب مني تقريبا 6 قوانية مش 8 طالب مني 6 في 2 مش طالب مني حكينا بدي حدا يساعدني في المشاركة بنحل خدناهم المحاضرة الماضية range مثلا مي ميحبي حل range حكينا القانون مباشرة في حب يحب يحله أوكي شايف 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 يعني والله عنداري عن حال بدوني ما تقدر ما تقدر مرة يلا روح يلا range هو دائما أكبر قيمة نقص قيمة بالقيم أكبر قيمة أكبر أكبر قيمة هي 30 1 2 أوكي 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 قيمة هي 28 2 6 أوكي نطرحه من بعض حسب عدد المنازل عشي نطرحه من بعض نتبع حسب عدد المنازل وبطلع معي الجواب 1.6 30.2 نقص 28.6 بتطلع معي 1.6 بتكتو نتبه العدد المنازل العشرية ممكن يكون عندي منزلتين ومنزل لازم يطرع معي الجواب منزل واحدة بتكتو نتبه لهاي الشغلة الشغلة الثاني بدو standard deviation هس عندي هون 4 measurement بس نرجع للقانون نرجع للقانون هون standard deviation عندي 4 measurement يعني اقل من 20 نستخدم القانون الثاني هون على القانون ها بنشتغل تمام نس نرجع للسلايد على القانون sigma x i ناقص x main تربيع على نون ناقص 1 لانه عندي 4 أقل من 20 أول شي حكي لنا بنحسب x main نجمح هم 4 ونقسم هم على 4 وننتبع حسب العدد المنازل العشرية عندي منزل عندي منزل عندي منزل عندي منزلة ونطلع مع الجواب في منزلة عشرية واحدة دمعناهم قسمناهم مع 4 طلع مع الجواب في 3 منازل عشرية بنوقف عندي المنزلة عندي 75 75 أكبر أو أقل من 50 أكبر من 50 فبنلغيها ونضيف 1 لل5 بتصير 29.6 دقيقة هون كأنه خربط هون خربطوا في شغلة اللي هي هاي الصفر ما فيه الوداعي ترى XI ناقص X2 على القانون مباشرة أول واحد 28 29 28.6 ناقص 29.6 الحسبته هون بتصلي معي الجواب واحد وهي 29.7 هو مش حاط التفاصيل حاط الجواب نهاية مباشرة بس على القانون فطلع بعدين ربعهم يعني طلع مع مجموحهم طلع مع مجموحهم وربعهم تمام يعني الفكرة الفكرة أوصلك الفكرة أنه أخذنا على القانون XI ناقص X2 طبقنا طلع معنا أجوبة هون شافي هاي جواب هاي جوابين هاي ثلاث هاي أربعة حسا بالقانون لازم هذول يكون مربعين فعمل خانة هون ثالثة ربعهم عساس يكون الحل الأسهل وأرتب فكي عنده 0.2 ربعها صار 0.01 كي عنده 0.2 صار عنده 0.04 وكي عنده 0.6 صار 0.36 هسا هذول أخذ السجميلهم جماحهم مع بعض طلع معي الجواب 1.41 وبنيجي منتبع عندي هون 1.41 على القانون 1.41 على الثلاث تحت الجذر بيطلع معي الجواب 0.69 على القانون مباشرة خلصنا وخلصنا الستاندرد ديفييشن تمام اوكي طيب عمرو ممكن سؤال بس فضل أخوي طي بس أنا أنا شايف أنه الموضوع سهل حلو أنه بس قانون تطبق قانون تطبق على مظبوط بس إذا لما أنا كنت أشوف أسر في أسر التدريبات إذا لما والله مو هي كم مرة بالشاب دار خمس وستة صار حاد فجأ لا حرف كم لا شاب دار خمس وستة لا بالأسر هذه تبعات القوارين هاي وين كنت لم تدرس انت لا أنا فتت دائما على جوجل في تكون كوزات مباشرة فهم كيف تعطيك العلامة بس تكمل يعني يعني من جوجل مش من الفيسبوك يعني مش تابعة مؤتمدة لا لا والله ما ده جامعة أمريكية حتى الجامعة ما ده ما ده ما ده تختلف تختلف من جامعة جامعة المناهج تختلف تختلف يعني أسلتنا هنا أسهل أسهل نهدي التافع شبتنا أسلتنا أسلت سنوات شو أسلت سنوات كله مباشرة وفي أسلت بآخر كل شبتر ترى حاطة موجودة هون في أسلت آخر كل شبتر ممتاز جدا كثير كويسة حتينا عمر نعم عمار يعتذر منك حكيلك ما رح يقدر تمام ما عنده أي مشكلة عمار نعم بعد التسجيل نكمل هسا عندنا المصطلح الثالث الvariance شرحناها هسا حكينا تربيع طري معي جواب 0.69 بس ربعناها هيا بس نمرد بالسلايد البعدي هيا هون عندي الvariance عبارة عن تربيع ربع حطري معه 0.47 هسا بده الار اس دي حكينا القانون عبارة عن standard deviation عن X main standard deviation معنى 0.69 حسبنا بالسؤال قبل 0.69 تمام عن X main حسبنا 29.6 حسبنا بالسؤال قبل نرجع نفرج كون حسب نا اللي حسب نا هون اللي حسب نا هون هاي مباشر الار اس دي عبارة عن S على X main اللي هي حسبت الاس هاي هون 0.69 على الار اس دي اللي هي 29.6 واطلا معي الجواب مباشرة هسا بده مني ال سي في ال كو افشن توف و فاريييشن حكينا قانونها اللي هو نفسها بس نفس الار اس دي ضرب مية بمية يعني بدل ما اجي اكتب احسب مرة ثانية الاس على اكس مين هون مباشرة باجي بقول الار اس دي ضرب مية بمية يعني هاي ضرب مية بالمية بالمية تمام وبطلا معي الجواب 2.3 بالمية حسن نجعل الاس ام اللي هي حكينا بدو اياها هون الاس ام قانونها مباشر برضو اللي هي اس على جذر العدد المجرمنت المعطين اياها اس كانت عندي 0.69 على الجذر الاربع اللي هي اربعة مجرمنت كان معطين اياها بالسؤال وبطلا معي الجواب 0.34 و 30 هاي كل الاحسابات اللي عنا في الشابتر خلصت الاحسابات اللي في الشابتر يعني خلصت الاحسابات كلها وعبارة عن قوانين كانت اخر مجموعة حسابات كانت عبارة عن قوانين وبس بنطبق عليه يعني تحفظ القانون تطبق عليه مباشرة وبدو تنتبه لموضوع المنازل العشرية والسي اللي شرحناهم في أول المحاضرات بس في عندنا هون في عنده السؤال على الحسابات اللي حكينا عنهم هون في عنده أي استفسار ننتقل للعلاقات بس في عندنا علاقات بين المفاهيم السابقة اللي أخذناهم كلهم عندنا هنا واحدة وعند هنا اثنين هس بقول لك هون ان ال standard deviation شايفين هذول الاسهم الطالع طالع 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 نازل نازل يعني بيقول لك انه هذول الطالعين كلهم بتناسب هم مع بعض طردي يعني يجي يقول لك ايش العلاقة بين standard deviation وال coefficient of variation تقول طردي أما يجي يقول لك ايش العلاقة بين standard deviation وال precision تقول عكسي تمام هس هتقول ليش عكسي ايش يعني بال standard deviation مثلا بال precision هس standard deviation هي ايش معناها standard deviation معناها الانحراف المعياري هس ايش يعني انحراف يعني بيبعد عن القيم الاصلية الى x true value تذكروها بيبعد عنها هس لما يبعد عنها رح يبطل في عندي precision رح يبطل في عندي دقة قصد كل فكرة فلما أنا بعد عنها رح يعني أنا لما ابعد عنها لما تزيد standard deviation يعني رح تقل ال precision رح تقل ال precision تمام لانه precision عبارة عن دقة وانا لما ابعد لما زيد الانحراف رح تقل الدقة يعني شغلة واضحة لما يزيد الانحراف رح تقل الدقة اوكي نيجي لشغلة الثانية عنا دقيقة بس هاي اوكي و reproducibility نفس الشي ذكرناها هاي بتعريف ال precision ذكرناها بتعريف ال precision اذا تذكر موجود بالسلايدات الاولى هاي نرجع لها هاي هون تفين هاي موجود بتعريف ال precision هاي كاتبل ايا هاي ريبر disability شايفين ها يعني بنفس الشغلة علاقة عكسية يعني بزيد بالدقة يعني العلاقة بالدقة تمام مش بزيد الدقة العلاقة بالدقة يعني كيف تتناسب standard deviation مع ال precision تتناسب مع rebro disability okey السكتر معناها التبعثر عسا لما يزيد التبعثر راح تقلي precision تذكروا حكينا لازم تكون القيم قريب من بعضها بس انا زاد التبعثر يعني صارت القيم بعيدة عن بعضها فصارت العلاقة بينهم عكسية زاد التبعثر هاي زاد التبعثر عندي هون فقلت الدقة قلت اللي قرب القيم من بعضها البعض okey l-rsd l-rsd و variance و ال cof shit و variance هاي حكينا عنها اللي هي نفسها l-rsd okey l-rsd هي ايش قانون حد بتذكر ايش قانونها l-rsd كانت عبارة عن s على x من مظبوط حسا حكينا l-s بنربط هاي علاقات ببعضها حكينا l-s تتناسب عكسيا مع l-precision تمام فانه ليس موجود عندي هون بالبسط فتتتناسب عكسيا مع l-precision نفس الشي هون وبالvariance وبال c-v ال-variance عبارة عن s-terbi تمام يعني نفس l-standard division كيف ربطنا بين l-standard division وال precision راح نربط بين l-standard division هون تربيع وحنربط بين l-standard division ال-hون على x-men وحنربط هون كمان اللي هي نفسها r-s-d ضرب 100 يعني نفس المشطلحات هي هون عندي هون c-v و l-variance و l-rs-d و l-s عبارة كلهم عن standard deviation كيف ربطنا بال standard deviation بال precision وبال reproducibility راح نربط في نفس الطريقة انه standard deviation بيزيد يعني هسه مثلا ال-s تربيع هاي ال-variance مش زاد standard deviation يعني رجعت لنفس الخط الأول هون زاد فراح يقل precision وحكت الكل شبيل وراح تقل reproducibility لانه نفس المعنى ونفس الشي عندي هون بال-c-v ونفس الشي عندي بال-rs-d هاي الشغلة الأولى الشغلة الثانية عندي ال-sm وال-n هذول ما لهم علاقة باللي فوق هذول علاقة مع بعضهم ذكر قانون ايش هو قانون ال-sm قانون ال-sm كان بيساوي ال-s على جذر النون من بين شوف من بين لما تزيد هاي هاي القانون مباشرة وضحت فكرة بين العلاقات وضحت الفكرة بين العلاقات انه هاي العلاقات بين بعضها وبعض هاي طردي وهاي عكسي عامر نعم ما كنت تأستنى لبعد التسجيل بس ما بترف اوكي نحكي في واحد معانا نزيد اسمه انواز اه بعرف بعرف بعدين نحكي نظل اربع دقائق وحرجع افتح مرة ثانية اوكي عشان نعطي مهند وضحت فكرتهم هذول العلاقات بين بعض ومبعض هي شوية زنخة بس انه تصل تصل مع الوقت ان شاء الله للمد اوكي في حدا عنده سؤال عليهم في حدا عنده سؤال عليهم اوكي نيجي في عندي هون سؤال بسيط بنانا اشرح اللي شرحناه فوق بس مش علىها باشترح لا بيقول لك the reproducibility of replicate measurements may be expressed by يعني بيقول لك the reproducibility of replicate measurement may be expressed by يعني بيقول لك بها السؤال انه تذكروا عندما حكينا فوق بالأسئلة حكينا في عندي ويز مش بالأسئلة بشرح حكينا في عندي ويز to express precision حكينا في عندي ways to express accuracy تذكروهم نرجع لهم عشان تفهم عن وين بحكي أنا هاي هم ways to express accuracy relative error وال absolute error حس هو بيقول لك expressed reproducibility وحكينا بالتعريف الريب disability عندي هون اللي هي عبارة رب 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 disability بال precision فس احنا نجح نشوف ايش هي ways to express precision تمام هاي هم موجودين هون هاي هم اللي هم التمانية هذول ways express precision هس هون مش معطيني بالسؤال انه بدي ways to express precision بدي ways express reproducibility وحكينا هي نفسها ال precision وحكينا نجي على السؤال نرجع على السؤال معطيني relative error حكينا عنه هس انه هاذا بالمش بال rev disability هاذا بال accuracy ولا بال precision ولا absolute error نفس الشي هاذا بال accuracy ways to express accuracy يعني هاي وهاي ما بدي غلط مش الجواب بدي وشوفو هون كتب لي accuracy برضو غلط معطيني standard error of the mean relative uncertainty تذكر وين relative uncertainty هاي ملاش علاقة أصلا بال ways to express precision ما لا علاقة بموضوع uncertainty relative uncertainty أخذناها في المحاضرة الثانية إذا تذكروها هي تبعت error في المحاضرة الماضية أخذناها محاضرة ماضية القبل المهم مش موضوع بس هاي الجواب standard error of the mean اللي هي موجودة عندي واضحة نرجع على اللي يعطني هون هاي هاي هون موجودين هون هاي standard deviation of the mean هي نفسها يعني الفكرة إنه بالسؤال بيقول لك بدو الإكسبريس reproducibility بس أنا مش يعني حكيت لكم هي نفس البرسجن فبشوف إيش إلو علاقة ببريسجن وبحطه وحيكون في عندي خيار واحد بس أنا أوكي أنا خلصت شرح راح أسكر التسجيل وأرجع أفتحه عساس مهال نبدي أكمل معنا آخر ثلاث صفحات برا أنه يشرحهم هو